السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي هارنا ان شاء الله نقدموح الحلقة ديال اهمية وضرورة تقديم عشبة السبن او الدريس اولى حاجة نعرفه بهد العشبة هي البقايا اللي كتنتج على الزرع الزرع مني كي يحيدو الزرع الحصاد كيبقى هاد التبن التبن شحام واحد ما غادش يتوقع انه مهم للانانيب مهم للانانيب كي اللي كيديرو على حسب الولادة على حسب كيف يفرش به الارض ولكن في بعض الدول يعني خصا في الخاليج انهم كيبيعوا التبن للانانيب انا غادي نوريكم كيفاش كياكلوه وغادي ندروع لي ونتكلمو عليه اذا تابعونا اذا كما كتشوفو معايا هو هاد الارنب كي ياكل التبن يعني بواحد شاراها يعني اه نعرفه بعدها يعني التعريف بهاد التبن التبن هو الدريس يسموه الدريس وهو ما بعد الحصاد اه ويمكن ايجاد التبن اه الاخضر وهو الافضل يعني اللي اه وجد التبن الاخضر يعني هو مباشرة منك كيحيدو منه الزرع كيكون واحد تبن اخضر اللون دياله اخضر وهذا التبن هو الافضل لانه غني بالبروتينات اه وكين اه الاصفر والغالبين اللي كيكون كيتباه اه وهو هذا انتم ممكن ما كتشوفوه اللون دياله راه اصفر اه وهو ايضا جيد اه ولكن هاد الاصفر هذا غني بالالياف فقط اي ان الحيوانات كيحسوا بالشبع فقط يعني ممكن انهم يحسوا بالشبع فقط ماشي بحل التبن الاخضر والان الان اني نتحدث عن التبن الاصفر التبن الاصفر وهو علاج فعال وسريع للاسهال الناس اللي عدبادين والقلقين مشاكل في الاسهال يعني المشاكل ديالالاسهال ممكن نعطيكم الدواء يعني السريع ولكن سيكون المشكل اما يلا بغيتوا الوقاية من هاد الاسهال ممكن انكم بديروا واحد جوج مرات تبقوا تعطيو هاد التبن تعطيو الاناني بديالكم جوج مرات في الشهر جوج مرات في الشهر اه راه كافي انه كيحميلهم المعيدة ديالهم من الاسهال اه بالنسبة لي انا كنعطيهم لهم جوج مرات في الاسبوع اما اللي عندو الاناني بديالو اغي صغار حال هاد الشكل هادا حال هاد الشكل هادا حال هاد الصغارين ممكن انه يعطيهم الـ يعني التبن في مرة او مرتين في الشهر هديك كتحميهم من الاسهال هادا اذا 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 كانت اراني بكا فيها الاسهال فيمكن اعطاء التبن الاصفر ليابس يعني بحال هاد الشكل هادا يابس وعدم اعطاء الماء يعني من يكون عندهم الاسهال ما تعطيهمش الماء لمدة 24 ساعة يعني تعطيهم هاد التبن هادا مني تحس بيوم كرشفهم بدة كرجرة اعطيهم هاد التبن هادا وما تعطيهمش مع الماء الماء ما تعطيهمش صافي هادا كونوا متأكدين انه اه فوضون يعني يومين شاء الله كيولي الحالة الطبيعية اه وبفضل التبن فقط ممكن ان يتعافى يعني الارنب خلال 24 ساعة باذن الله والسبب في الشفاء وهو ان التبن يساعد على تجفيف الامعاء من العصارات الهضمية التي تسبب الاسهال هذا هو السبب علش هو مفيد للارنب بالنسبة للاسهالات لانه كيجفف هادوك الامعاء دي الارنب من العصارات الهضمية اه اه انا انصح في الحقيقة انصح بتقديم التبن اه مرتين على الاقل لانه اه 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 يقوم بتعويض الالياف الغير موجودة في العالف اه هاد شيء هذا من جيه نهضروا دباع التامان دي الارنب التامان دي الارنب هو أرخص مما تتوقع فممكن انك تشري اه اه واحد البالة كبيرة يعني فيها تقريباً مترو وعشرين على نصف ميت والعلو دياله ممكن يكون فيه 30 سنتين كلها ممكن أن نتشرها بعشرين درهم عشرين درهم أراها ما شيء غادي تخدم لك يعني كان ظن أنها تخدم لك سيني لأنها لم تتعطيش بزر للألانب ديالك تتعطي مغي واحد شوية أما أنواع التبن فهي التبن الأخضر وهذا ممكن تقديمه لصغار الألانب وذلك لأنه غني بالبروتينات أما الأصفر فممكن تقديمه للألانب البالغين يعني الكبار وذلك لتعويض الألياف الغير موجودة في أي علف ممكن تقديمه للألانب فهو يقوم بالإحساس بالشبع الدائم للألانب وهو صالح لجميع الفصول يعني ممكن أنكم تقدموه في الجو البارد في الجو الحار ماشي مشكلة فبالنسبة للجو البارد فهو كيجعل الأرنب ما يبقىش يتخبط في الكاج من شدة الجوع لأنه خطع فيه الماكلة كيبقى هو ديما جيعان ففي الجو البارد ديما يخصوه يأكل أكثر هذا التبن يجعله يحس بالشبع يعني ما يبقىش لأنه يتخبط في الكاج في القفص أما بالنسبة للجو الحار حتى هو كذلك خدام علش لأنه يجعل الأرنب ما كتصابش بالاحتباس الحراري والاحتباس الحراري ركننا هضرنا عليه بزاف الناس اللي كيخافوا من جو ديال الصيف يعني لمشوتا الأرنب ديال كلوا بصيفة عادية بحالهم بحال الجو البارد كي يقول ليوا مصابين بالاحتباس الحراري ولا قدر الله كيموتوا إذن تبن هو خدام لكل الحالاتين خدام في الجو البارد وخدام في الجو الحار وفي نفس الوقت هو كي يداوي الأمعاء كي يجفف الأمعاء كي يقاد الدورة الهضمية يعني كي يقاد ذهب وحد الشكل ممتاز إذن رخيص في الثامن الحقيقة هو جد جد فعال دا الحلقة ديالنا رسالات الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركو معنا قناة غاديا بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم وتكيوا لازير جيم ما تنسوش تكيوا لازير جيم باش تساندونا ونزيدو نفيدوكم إن شاء الله بالجديد ديال الفيديويات وأنا كنرحب بالتعاليق طيبة ديالكم وكنشكركم بزاف تكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة